مع انتعاش اسواق ايسر الموصل بعد تحريرها من قبضة داعش حيث تفتتح المحل التجارية الى ساعات متأخرة من الليل برز خياراني احلاه مامور يتراوح بين تجديد الاجراءات الامنية للحفاظ على حياة المواطنين من جهة وبين انسيابية السوق وحركته نحو الافضل من جهة اخرى طبعا الشيء اكيد تأثر على حركة التجارية لان اللي يجي مخصصا مثلا يوقف المطعم او فت خمس دقائق يوقف للشارع ما يقدر يمنع ابو الجيش يقول له لا توقف هنا يعني الجامعة ابسط مثال المفروض اللي يفوت ويطلع يتفتح العادي اي واحد يفوت يطلع ماكو اي اجراءات مع الاسف يعني طيب ما هذا الموضوع يمكن رح يأثر على الناس الناس يجوز همتها من الاجراءات انا ما اقل لك عفوا على كل محل يخلي واحد بداية الجامعة ببداية اي مركز السلطات الامنية في الموصل تقول انها تلقي اهتماما كبيرا في اسواق المدينة باعتبارها المركز الاقتصادي للموصل والشكل الحضاري لها وضرورة تأمينها تأتي في المقدمة من دون ازعاج الاهل الموجودين هناك امريكان ايضا قريبا هم حاليا يراقبون الموقف بسرعة عامة بالمدينة لكن احنا نريد منهم ايضا وقلنا لهم انه يراقبون اماكن خاصة بشكل ثابت يعني اما بالون راح يكون او راح يكون برج عالي لهذا الكاميرا وتقول السلطات الخدمية ان في الاسواق موقفا للسيارات واماكن محددة للبيع الا ان الناس يفضلون الوقوف في الشارع بطريقة غير نظامية مع ما يكتنفوا هذه الظواهر من خطر على الاسواق وامنها لشرقية نيوز عثمان الشلاش الساحل الايسر من الموصل